توقعات الأبراج من 18 إلى 24 كنون تاني من العام 2020 مع علمت بالفلكة جمعنا أبيسي تفضلي جمعنا وبرج الحمل أكيد برج الحمل اللي هلأ يعني هذك الأسبوع كان عم فتش على أصحاب بقل له هالأسبوع لقى من يشاركه بشغل ولقى مشروع يشتغل عليه وفي عنده حتى ناس برات أرضه حيصير فيه فتح رزق جديد يعني من كأنه ما هيكون مشروع واحد أنه ما هيكون عدة مشاريع لمولود الحمل مع أنه نحن إننا يمكن سنته شوي أولى شوي صعبة فالبعض منه هيكون يعني الحظ يعني على جانبهم بخصوص العمل أما بخصوص العاطفة بعد الموليد الحمل خاصة ستات الحمل ممكن تتعرف على شخص ويكون صديق لإله أو بالفترة اللي جاي يتحولها صداءة لحبيب إن شاء الله لأنه هي أكتر شيء ستة الحمل بتحب العاطفة أكتر ما بتهتم بالشغل ماديا عادي هالأسبوع بس فيه تحتيرات لمشاريع يعني بعد فيه ما فيه ما فيه إليك منه استلم وبلش شيش تغير بس فيه تحتيرات مولود الثور عنده عدة أعمال وعدة مشاريع بس منه مستقر نفسيا ولا عائليا فيه مشاكل بالعائلة فيه حدا عم يحاول يصالح بهالعائلة بينه بين أحد الأشخاص المقربين لإله بس بإله لمولود الثور يعني يريد بيخفف من حدته ومن عناده لأنه العناد فيه خسارة ما فيه ربح أبدا فحتى ما يخسر هالشخص لأنه منورة هالشخص فيه منفعة مش إنه بقوله يعمل مصلحتك بس أول شيء يكون فيه تصالح بينه بين هالشخص يعني ويتنزع عن عناده بعدين ممكن ينفتح رزق بينه وبينه لفكرة عمل الجديدة بالنسبة لمولود الجاوزاء شاء الله يكون نعمل عملية التجميل ويكون مرتاح ويكون النتيجة راضية على اللي عملها بس كتير من موليد الجاوزاء لنا هذه الفترة هيكون عندهم نجاحات على إشياء تجارية وصناعية وحيقوموا فيها على أحسن ما يرام بس فيه أعداء لإلهم خلين ينتبه من هالأعداء لأنه ممكن يخلق يعملون عرائل ويأخرون أمور اللي هنعم بيقوموا فيها مولود السرطان هذه الفترة فترة كتير عصيبة عليه وعم يخيم عليه اليأس والشؤوم والعدم التفاؤل فيارت يطلع من هذه الحالة هذه حالة كآبة فيارت يطلع منها فهلأ ما بنحن نقولها جدي يأكل زبيب خليه هو يأكل زبيب أو عناب أسود لحتى يساعده ويساعد نفسه أنه يطلع لأنه طول ما هو بهذه الحال ما حيقدر يعمل شيء هذا الأسبوع ما بنا يبقى بالبيت ويسكر على حاله الشباك لا خليه يطلع من هالعتم اللي هو فيه أو من هاليأس أو من هالخيال اللي الوهم اللي هو فيه مولود الأسد بعد الاتصالات من الخارج بعد الأخبار السررة رح تكون لإله بتحمله لإله أو شيء بخص عائده بخص رسقه فيه كمان أيضا مولود الأسد مؤامرة كبيرة 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 عم تتحضر له هالأسبوع بس ما بعرف كيف رح يكشفها لأنه بالصدفة رح تنكشف مش أنه واعد عم يبحث عمين عم يعملوا أعداء بس بالصدفة رح يكشف هذه المؤامرة وإن شاء الله بيعرف كيف يتصرف مع اللي عم يعمل ما يكون كثير متسامح مرة أو يمرقها على خير لأنه حتنعاد كذا مرة إذا ما حطلهم حد لأنه من قبل عملوا هذا الموضوع أو فكروا فيها كذا مرة يعملوا إياها فياريت يحطلهم حد حتى ما يضلوا دايما يكتشفوا ويمرقلهم إياها على خير مرور الكرام بالنسبة لمولود العزراء بنقم منزل جديد إن شاء الله البعض منهم حينتقلوا لحياة جديدة لعالم لبلد جديد لحياة عاطفية لحياة استقرار عالي واللي كان منفصل ممكن يرجع لحبيبه أو طاليقه أو حتى لعائلته لأنه كثير مواليد العزراء تركوا بيوتهم ويحبوا العزل لوحدهم أول بيحبوا ما بعد المشاكل اللي مرقوا فيها بال2019 عم يفكر الرجع على بيته فبيته مفتح له في بيقولوله يمكن أهل البيت أهله وسهله وممكن يدخل بيته نعطيه أقام الحظ نعطيه أقام الحظ حتى نساعده هيك شوية بيكون الفرحة فرحتان إن شاء الله وبركي فايت وهو ملياردين ما يكون فايت وهو وقلت ما ما حنقول طفران أنا مولود العزراء ما بحياته بيطفر بيقل ماله بس ما بيطفر أبدا بنعطيه رقم ثلاثة رقم تسعة رقم ثلاثة وعشرين كتير منيح لقلهم بيطلع خمسة لأنه هو برجه السادس وفينا نعطيه رقم خمسة عشر كمان بيطلع رقم ستة إذا هو جمعنا له إياهون رقم ثلاثة وثلاثين واحدة وأربعين نعطيه خمسين أنه بره كمان يمكن عندهم أرقام كبيرة غير عنا بنعطيه رقم إضافة وستة عشر يعني هيك أنا أعطيته إياه وإن شاء الله يكون يفوت غني على بيته إن شاء الله إن شاء الله مولود الميزان سيحتعلى أحسن ما يرام عم بيفكر كمان يعمل فخصات وفخصاته كتير منيحة عم بيفكر كمان يعمل زيارات ودية لأشخاص من عائلته وصاروا زمان ما شايفهم يعني مثلا بيقوله صلة الرحم يعني كأنه رايح عم بيفكر بمين بيبدأ فبدأ له لمولود الميزان على فكرة اللي بيكون بيعمل الزيارات لينا وبيوصل يعني بيشوف أكارب وهيك نحن عنا بقوله أنه عند كل العام صلة الرحمة يوحد يقطع عفقة هادي بتطول العمر وتجلب الرسق هادي اللي معرف فيها هادي بمورئيات زيارات المقربين لأله عمات وخالات يمكنهم فيه عداوة فيه كره ما بيحبوا يشوفوهن يعني زيارات بيقوله كرمال ألا مش كرماله فهادي بتطول العمر وبتجيب الرسق فكل واحد حابب عمره يكون طويل ويرزقه يفتح زور المقربين لأله مولود العقرب صفر محضر يحضر حاله لصفر بعد المفاجآت المالية بايع عبد التام عنده لمولود العقرب فيه تبديل سيارة فيه حدا بتغيير سيارة بسيارة الأول الأوضاع مش كتير منيحة بس فيه بلد أوضاع بعدها منيحة فيه عنده شراء سيارة واحدا بيساعدوا بهذه الشراء سيارة وأيضا بعض منهم هينتقلوا لعمل جديد بيتركوا عملهم الحاضر وبينتقلوا لشركة جديدة أو لعمل آخر بالنسبة لمولود القوس مشاكل كتير ببيته واضطرابات مع نفسه مع شريك حياته فعليه يتقبل هذا الموضوع ويطالب بحقه لأنه حقه لازم ياخده من هذا الشخص اللي يقزيه كتير وما بقي يمرق له أخطاءه لأنه أخطاءه وصلت لسد بينه وبينه فخليه هذا الشيء الذي يصور على نفسه يصور لك رابطه وياخد حقوقه المعنوية لو أموره المادية راحت منه مولود الجديد هالأسبوع منه مستقر أبدا منه مرتاح حكس الأسبوع الماضي بيسمع أخبار غير سارة عن حدا مقرب لإله بيكون مريد أو مستشفى أو شيء بيكون أقل كتير فهل ألا إن شاء الله بيصور على خير بعد ما وليد الجديد بيوصلوا خبر من بره بيوم خميس جمعة ممكن يسعد قلبه شوال حدا من أولاده بننشاح إن شاء الله أو السلام وظيفة أو استقرار لأحد أولاده مولود أدلو بعد الاجتماعات بيقوم فيها داخل وخارج أرضه صفرتين عنده هالأسبوع وصفرته حتقوم بطيارتين أو بسفرتين هيدا المشور وخاصة البعض منه حيطلعوا ألمانيا والبعض منه حيطلعوا بلاد عربية لأعمال جديدة لاجتماعات جديدة مولود ألحود عنده كتير من الحيرة بين قلبه وعقله بيرجع لحبيبه الماضي ولا بيبقى مع الشريك الحاضر فبله جمع الاثنين هيدا بيحكي معه وهيدا خليه ببيته وما بيأثر يعني إذا الحبيب الماضي ما في منه أزيه ما جاي يستغله بأي شي لا يخربر في رجع الماضي مع نفسه ويحكي معه بطريقة عفوية عادية ويبقى الشريك اللي هو معه لأنه طالما فيه نوية سيقال لأنه ما بدي يقل له لأ ترك الجديد وروح للقديم أو الزعاب القديم وخليك مع الشريك لأنه هو مع الشريك البعض منه ومنه مبسوطين لنا بعض المواليد الحود مع الشريك ما بيكون مبسوطين بيرجع بيشتاقوا بحنوا لشي اللي كان يفرحهم بصباههم أو بطفولتهم أو بأيام الماضي فيحكي معه هيك بيكون جمع بين اتنين بقل له كون ساعدتوا أنا هالحيري خلاص بيطلع منا وعطيتوا الحل شكرا جمانا شكرا لك الشخصة